ذكر أويس القرني وأصل ذكره في صحيح الإمام مسلم حبسه بر أمه عن أن يلحق بالصحبة وأن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوذ لأنه حبس بعذر بأمر من الله ورسوله هو طاعة الأم فكان يخدمها يقوم بخدمتها ولم تأذن له أن يساثر المدين سنة بعد سنة فتوفي النبي في حياته ذكره إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر كيف لنا برجل منهم؟ قال ذاك مويس بن عام مويس أشهل ذو صهوبة كان به برث فبرأ منه إلا موضع لمعة تحت منكبه الأيسر له والدة هو بها بر مجهول في الأرض معروف في السماء إذا كان يوم القامة قيل قف فاشفع فيشفع في عدد كربيعة ومضار أكبر قبائل العرب في الحديث يقول يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكم ويغفر الله لكم علمهم هذا الربط وهذا الاتصال بعض الناس يشوفوا ليقول هذا شان الدرويش هذا شان محمد هذا شان صاحب الرسالة هذا الأمر الذي غرسه في الأمة يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكم يغفر الله لكم ومرت السنون وعلموا عظمت وغلاء كلام الأمين المامون وأنهم لا بد بأويس أن يلتقوا فكان أواخر أيام خلافة سيدنا عمر في السنة التي حجة فيها آخر حجة وقف عند باب الكعبة يقول أيها الناس قفوا فوقفوا قال اجلسوا الله من كان من مراد من كان من اليمن فبقي عجاجوا اليمن قال اجلسوا الله من كان من مراد قبيلة أويس فبقي جلسوا وبقي عدد قال اجلسوا الله من كان من قرن فخذ من القبيلة فبقي قليل واحد منهم شايف قال هتعرف أويس قال لا أعرف أحد بهذا الوصف أرفعه إليك إلا رجل ضعيف وبيه وبيه قال بك هلا به أين يلتمى صاحبكم هذا قال يرعى إبلا لنا عند عرفة فأمسك بيد سيدنا علي وخرجوا إياه وركبه حتى أتي عرفة فوجد الإبل ترعى والرجل قائم صلي سلم عليه لما أحس بهم خفف الصلاة ورد السلام قال من أنت؟ قال عبد الله قال لا سيدنا عمر علمت أن الخلق كلهم عبيد الله ما اسمك الذي تدعوك بأمك؟ قال ما ترد من اسمي؟ قالوا أويس أنت؟ قال نعم قالوا ابن عامر قال نعم قالوا من قرن من مراد قال نعم قالوا كانت لك والدة كنت بها برا قال من أنت؟ من الذي انكشف الله لكم حالي؟ قال سيدنا علي يقول أما هذا فعمر أمير المؤمنين وأما أنا فعلي بن أبي طال فاهتز سيدنا ويس وقف واقفا يرد عليهم السلام ويقول جزاكم الله عن أمة محمد الخير الجزاء من ذكرني لكما؟ قال رسول الله قال ذكرني باسمي قالوا باسمك واسم أبيك وقبيلتك وقال لنا عنك فبكاء وبكاء وبكاء ويس حتى نتحب وقال بأبي وأمي رسول الله قال لا فاستغفر لنا قال أنا أستغفر لكم أنت أمير المؤمنين عمر رذيف ربي شيطان من ظلك وهذا بن عمر رسول الله عن ابن أبي طال قال رسول الله أمرنا بذلك قال استغفاري للمؤمنين مؤمنات في البر والبحر يا أمير المؤمنين آخاه في الله قال يا أويس هذا المكان موعد بيني وبينك حتى أتيك بزاد ونفض قال يا أمير المؤمنين عندي أربع دراهم من رأي هذه الإبل وعلي هذه الثوبان فمتى تراني إبليهما ومتى تراني أنفق هذا يا أمير المؤمنين إن بين يدي ويديك عقبة كادة لا يجوزها إلا المخفون ضرب الأرض بالدرة وقال من يأخذ الخلافة بما فيها وددت أني أخرج منها كفافة لا لي ولا علي قال أين تذهب بعد الحج قال إلى العراق قال أكتب إلى عاملنا هناك قال لا لا أكون في غبراء الناس أحب إلي ولا موعد بيني وبينك إلا حوظ رسول الله والدعو والذهب والذهب وهو يبكي وهما يبكي عمر وعلي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أيضا بأسوات من قبل احباب حقم حقم؟